الحمد لله الذي جعلني ألعن الظالمين من على ربوة دمشق اللهم ألعن من ظلم الزهراء لعنى لم تلعن به قبلهم ولا بعدهم يا شديد القوى دكتور في كل حلقة تردنا اتصالات من مرضى يشكرون الدكتور أبو علي على هذا الدواء الذي كان سببا للشفاء بأمر الله سبحانه هذا الدواء الحاصل على شهادات علمية عالمية من بلدان أجنبية وليست بعربية أخرجناه على الملأ وبينا سابقا طريقة التأكد من رقم براءة الاختراع والاطلاع على هذا الإنجاز العلمي ومع ذلك يأتي شخص بدون دليل على قوله ولا برهان على ما يدعي ولا معرفة بشخص الدكتور ويقول للناس لا تشتروا هذا الدواء من الذي يحتاجه العالم العربي أكثر من هذه الأدلة الواضحة لكي يصدق هذا الإنجاز الآن هذا الدواء نبيع بربعمية دولار في الخارج يقدر يباع بلبنان بربعمية الآن يشترون اللبنانيين بربعمية يخابرون الشركة بربعمية لأنه صناعة كندا أو صناعة USA أو صناعة جيرماني أو صناعة انجلاند يشترونه لأن مجرد هذا خوش كيف هذا هذا خارج عن موافقة الFDA منظمة الصحة العالمية نتيجة البراءات الاختراع الأدوية كلها الموجودة شو خوش أي دواء بالعالم اليوم السعر عشر دولارات خمس دولارات نحن هذا بيش خاصة السكري اللي هو فضيع جدا مرعب يباع بربعمية دولار علبة علبة دربعمية دولار يلا حطوها إلي شما قالت الشركات العالم قال لا هاي غالي أول ما أنتجناه يباع بأربعمية وإن شاء الله يسوهونه بألف حتى يقنعون الناس بس يطيب مو يطيب اللي يشتري مرة يشتري عشر مرات من عنده هذا شي يدلل يجرح لك جاهل مو بس جاهل وضيع أكو وضيع عن وضيع يعني جاهل يقول لك لا كذب ولك شو كذب وكما تشوفه هذي أكبر من راسك الباركورد هذا المحطوط به كذب ليش لأن حتى لأنه أبو علي الشيعي يسقطون الشيعة أسسين ما عايزين يعني مو ناقصين من هاي الشغلة هم أكثر بس خوش عنه لو كان اسمني ديبيد لو شارون لو كوهين الغرب ما قال الغرب الغرب يقرأ اسمي وبعد شهر ثلاثة شهر شوفوا البراءات الاقتراع الجاية جديدة راح نطلحها وتهزي الكون هز بناء على دراسة المقدمة بناء على شني على الأبحاث السريرية ستنا الجامعات تشترك بيها والأبحاث العلمية ومن ضمن كل هاي آلاف اللي يتقدم الناس ليش يحطوني آن وما يحطوني الناس دكتور كما تفضت لو كنت شخص غير عربي هل شككوا بما تقدمه أم أن صفة التشقيق أضحط ميزة عند العرب فمن يشكك بخليفة الله وأمره ليس بعيدا عليه أن يشكك بإنجاز علمي يدعو إلى رفع راية الإيمان دعوا يسمعونها كل العالم أنا أمس انطرح علي موضوع أمشي أسافر إلى كندا بشغل يأتيني رئيس الوزراء الكندي إلى المكان وليس أنا أمشي له إلى المكان الماشي له أنا بالشركة ويأتيني الوزراء بيهم ثلاثة عرب بكندا وزير النقل وبحر البحر طلعوا لصورهم قالوا مما فيهم رئيس الوزراء يسمونه الوزير الأول ها شلون هاي ترهم رح أقلكم كلمة قلت لهم أنا لا أمشي الله يشهد ولا أصور لا وي رئيس الوزراء ولا وي غيره أنا شقدت مرت علي وزراء إذا ما أخذ صورة ويحدة يأخذون صورة وي ابن إبراهيم هروا شلون يأخذون صورة وي ابن إبراهيم ما يأخذون أنا ما أخذ صورة ويحدة ليه شبع اللي أقلهم أكره التصوير أنا ما أحب أصور ويحدة هو هذا عمام الإعلام أقلكم قالوا لي تجي إلى مكان يجي رئيس الوزراء أبدا ناك الآن وياك هو ما هزان الشي تعرفوا ليش لأن رئيس الوزراء بكندا مثل أي موطف بس عدنا بالوطن العربي بالك عنه آه هي خش سؤال إحنا الآن إحنا وصلنا إلى العالمية واللي عندي الآن الفرنسيين يعطونه كدواء للسرطان كدواء للسكري بكل دول العالم الآن يعطاه ومكتوب عليه شيبان أكو غير شيبان يطلع لك واحد حيث لي يقولك مو أنت شو بسوي والله مشيت يوم كاتب عدل يا جماعة إجي كاتب العدل أردى أسوي تفويض للشركة للشركة بإسبانيا بكندا تفويض إجي عراقي من دول الحرامية فكاتب العدل شايفني بالتلفزيون أبو علي وحضرتك قلت لأي قام الرجال جاب لي قهوة بإيده وقعدني ما جاب لي قهوة هذا حتى ما سلم إجي قعد عند أموال الظاهر ويريد ينقلها إلى مكان هذا بل يصافن آني فمن طلعت قلت للأخ أنت يقينا أنت عراقي أو تنوع عليه شي يقينا ما تعرفني أقل لها سلم قلوش هذا شام ريحة عنده تشم فلس ويحتقر الناس وإحنا والله من فضل الله ما نزلنا إلى مكان إذا ما الناس يصير مثل خلية النحل علينا بتاقي الصور ويانا وأنا استحي أعجبني البروفيسور الفلاني يقول أنا اللي رباني أبو شركة بورش اسمعوا يا عراقيين يقول إلى أن كبرت وصرت دكتور وصرت غيرها وكنت صرت من أصحاب الأموال ففي يوم الأيام سألته صار كبير بالعمر قلت له بروفيسور ليش من يجيك واحد من الموظفين تدنك تدنك من ليش ما تحط قصتك بقصته قال أخاف أن يخطأ فيخجل مني حتى لا أرى الخجل في عينه ولكم هذا ما قارحا عليه من أبي طالب أقسمه بالله حيرني يقول قلت له ليش يتدنك قال أخاف أن يخجل مني إذا خطأ وأنا فلان الفلاني حتى لا أرى خجلة ولكم هذا يهودي تقل ليحنا مسرسرية دكتور بختم حلقة شكت حتوصل المشاهدين أخوان نحن حينما نرى ظاهرة أو ظاهرة حتى ما يشكل عليها حتى يقول لي الحن حينما نرى ظاهرة من هذه الظواهر القبيحة نقول لكم ونسلط الضوء عليها وحينما نرى ظاهرة تسر الخاطر والناظرين نسلط الضوء كذلك عليها ولكن لماذا الغني إذا فعله فاحشة قال الناس إنها معروف وإذا فعله الفقير معروفا قالوا إنها فاحشة هذا يدل على إننا لم نقرأ القرآن ولم نقيم وزنا لمحمد وعلي اللي لا يقام الوزن في السماوات والأرض إلا بوزن علي أخوان من كان ظاهره يختلف عن باطنه منافق ومن كان لا يخرج إلى الناس متواضعا دجال وكذاب كائن من يكون ومن لا يسلم بيده على الناس يستنكف منهم فليس هذا بمحمد من شيء بعل عليكم أن تعرفون كل هذه النماذج هي استحوذ عليها الشيطان فأنساها ذكر الله حتى لا يستحوذ عليكم الشيطان عليكم بالقرآن ورددوا من لم يكن عليا مولاه فإن الشيطان مولاه ترجمة نانسي قنقر